اشتركوا في القناة وكانت القيادة العلمية بأيديهم في كثير من الأحيان فقد خرج من هذا البلد أعلى منصار منارات علمية وانتشرت علومهم ومواهبهم في جميع البلدان الإسلامية ومن هؤلاء العلماء الذين برز في العالم الإسلامي اسمهم وانتشرت صيتهم وظهر فضلهم العلامة المفتي محمد فيضي الزهاوي وإنني بفضل الله حققت في السنة الماضية كتاب المرحوم العلامة الشيخ محمد الخال باللغة الكردية عن حياة المفتي الزهاوي وطبع الكتاب والحمد لله وهذا هو الكتاب وأحمد الله تعالى على أن وفقني لخدمة هذا العالم الكبير مرة ثانية بكتابة هذا البحث لمؤتمر الحركتين العلمية والفكرية في العراق في العصر الحديث وقد حاولت في هذا البحث أن أبرز شيئاً من الجهود التي بذلها المفتي الزهاوي لخدمة العلم والدين والآثار العلمية له ونبذة من أشعاره وفكره فهو العلامة المفتي محمد فيضي ابن ملا أحمد ابن حسنبك ابن روستنبك ابن كيخسروبك ابن الأمير بابا السليمان ابن فقه أحمد الدارشماني فهو من الأسرة البابانية التي حكموا ولاية شهر زور لمدة طويلة ولد العلامة محمد فيض الزهاوي في مدينة السليمانية من أسرة كردية سنة 1208 الهجرية المقابل لسنة 1793 الميلادية نشأ المفتي الزهاوي أيام الإمارة البابانية بالسليمانية وترعرع في أحضان والده ملا أحمد فدرس عنده القرآن الكريم ومبادئ النحو والصرف والفقة فمن تقل إلى مدارس كردستان العراق وكردستان إيران وتلقى العلوم الشرعية من خيرة علماء عصره منهم الشيخ معروف النودهي والشيخ عبد الله الخرباني والشيخ محمد سعيد التختي المردوخي وأخوه الشيخ محمد قسيم المردوخي إلى أن أخذ الإجازة العلمية لدى الإمام العلامة ملا محمد المشهور بابن الرسول فأكمل عنده العلوم المدروسة والمواد المقروئة بالمدارس الدينية في هذا العصر وأخذ الإجازة العلمية عند شيخه هذا وكان عمره إذ ذاك عشرين سنة ثم رجع المفت الزهاوي إلى مسقط رأسه السليمانية كعالم متمكن من العلوم الإسلامية فبدأ بالتدريس وإفادة المسلمين والسمع حوله الطلاب ثم بعد مدة رحل من السليمانية إلى كركوك ثم سافر إلى بغداد واتصل بواليها علي رابا باشا فرأى الوالي فيه شخصية ذكية لامعة واسعة الإطلاع وكان قد بلغه سابقا صيته في العلوم والآداب فدعاه إلى مدينة السلام بغداد ووافق على ذلك المفت الزهاوي فاجتمع بعلماء بغداد وأدبائها وحل في قلوبهم محل سويدائها قال الشاعر المعروف الأخرص عند لقائه بالمفت الزهاوي حين وروده بغداد أرى في لغض هذا الشهم معنا ينبئ عن مدى علم عظيم ومهما زدته نظرا بفكري رأيت نهاه قصطاص العلوم عين المفت الزهاوي في بغداد مدرسا في المدرسة السليمانية الواقعة في محلة الرصافة فاشتغل بالتدريس فأفاد وأجاد ثم عين بعد ذلك رئيس المدرسين في بغداد وكان له قبول حسن عند رجال الدولة وعلماء بغداد وأدبائها ثم وجه إليه منصب الإفتاء في بغداد في عهد الوالي رشيد باشا وذلك بعد أن ارتقى المفت السابق السيد محمد أمين أفندي إلى رتبة معاونية الوالي فصار مفتيا على مذهب الإمام أبي حنيفة في بغداد وكان المفت الزهاوي شافعيا كأغلب الأكرات يعني كان مفتيا على مذب الأحناف وهو نشأ نشأة شافعية في كردستان وبهذه المناسبة هنأه الشاعر العراقي المعروف عبد الباقي العمري بهذه الأبيات قد قيل لي إذ رحت أنشت عندما شاهدت دين محمد يتجدد في مذهب النعمان بالزوراء قد أفتى الإمام الشافعي محمد بقي العلامة الزهاوي في منصب الإفتاء حتى وفاته أي مدة ثمان وثلاثين سنة كما أنه لم ينقطع عن التدريس في المدرسة السليمانية بعد تعيينه مفتيا في بغداد وبعد عمر مديد دام مئة سنة كاملة أي من سنة ألف ومئتين وثمان إلى سنة ألف وثلاثمائة وثمان أنضاه في خدمة الدين ونشر العلم توفي العلامة المفتد محمد فيضي الزهاوي ببغداد ودفن في مدرسته المدرسة السليمانية التي درس فيها لعقود رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ورفاه كثير من الأدباء والفضلاء منهم السيد أحمد الراوي الواعظ فقال دفنوك يا كهف الورى تحت الثرى ويل عليك وويل كل موحد ما ضمت الغبراء مثلك ثاوية لا والذي هو عالم ما في غدي أبكيت كتب الدين دمعا بل دما وبكتك كتب السعدي بل والسيدي ورفاه تلميذ السيد عبدالوهاب النائب مفت البصرة بقصيدة طويلة أولها سأبكي على فيضي وتبكي الأفاضل وينعيه ناد للعلا والمحافل وتذرف عين المجد بعد وفاته دموعا مدى الأيام طل ووابل يعز على أهل العراق بأسرهم إمام إلى تلك المقابر راحل كان العلامة المفتي محمد فعيضي الزهاوي من مشاهير علماء العراق ومن مراجع العلوم العقلية والنقلية صاحب باع طويل في علوم الحكمة والمنطق والجدل والفلسفة والهيئة والفلك والكلام وآراء المذاهب والأديان واشتهر علم الزهاوي ومكانته في بغداد فشدد له الرحال في طلب علومه من شتى الجهاد فكثر طلابه وعظم أمره وتقلد مناصب رفيعة في بغداد فمن مناصبه منصب الرئيس المدرسين في بغداد وكان ذلك يعد من أهم المناصب العلمية في عصره ولمكانة هذا المنصب وصفه عصريه المفسر الكبير شهاب الدين الآلوسي مرتين في كتابه غرائب الاختراب برئيس المدرسين ومن مناصبه العلمية منصب مفتي بغداد تولى هذا المنصب في سنة 1270 الهجرية وبقي فيه 38 سنة حتى وفاته رحمه الله ومنصب الإفتاء يعد من أرفع المناصب العلمية والدينية في التأريخ الإسلامي عموما وهو أهم ما يدركه العالم الديني من الوظائف الحكومية ثناء العلماء عليه من العلماء الذين التقى بالزهاوي وصاحبه في بغداد لمدة وأثنى عليه المفسر الكبير العلامة أبو الثناء شهاب الدين محمود الآلوسي فقد كان الآلوسي عند تأليف تفسيره روح المعاني يسأل المفتي الزهاوية فيما يشكل عليه ويذكر اسمه أحيانا في هذا التفسير الكبير يقول الآلوسي في تفسير سورة المؤمنون بعد أن ذكر أوجها في مسألة لاحظوا هذا الثناء من الآلوسي وهو من هو يقول وقد زاد بعض أجلة هذا العصر العاصرين سلاف التحقيق من كرم أذهانهم الكريمة أكرم عصر أعني به ثالث الرافعي والنواوي أخي الملا محمد أفندي الزهاوي سأترك بعض الأجزاء وأنتقل إلى المقطع الأخير الجانب الأدبي للزهاوي كان الزهاوي كما أنه كان عالما دينيا مفتيا كان شاعرا وأديبا وللزهاوي أشعار في الرثاء والمتح والتقريض والمناجات والفلسفة والغرام والذم والشكوى عن بعض أوضاع زمانه فمن أشعاره في مناجاته مع الله تعالى يقول يا رب حارت في ثناك عقول ماذا عسى فيك العقول تقول إن الوجود ثنى عليك بأسره فثناء أهل الفضل فيك فضول ومن أشعاره في نقد بعض أهل زمانه ممن يتصدرون للمشيخة بعمامات كبيرة وهم ليسوا أهلا لها هذه الربعية باللغة الفارسية يقول شيخة تكدر عالم ظاهر فردي إن رتبز دستار بداس آور دي حيفست كي او دوري سريع تو قردات بايست كي تو دوري سريع أو قردي معناها بالعربية يا أيها الشيخ الجاهل إنك إذا كنت في العالم متفردا فإن منزلتك هذه إنما حصلت عليها بفضل الإمامة ومن بواعث الأسف أن تلف الإمامة على رأسك وإنما الحق أن تطوف أنت حول إمامتك ومن أشعاره في الرفاء ما كتبه في رثاء ملة سليمان الخضري وهي قصيدة طويلة بل من أطول قصائد يقول في أولها ألا إنما الدنيا سجيتها الغدر فليس لمغرور بزخر فيها عذر فظاهرها ود وباطنها قل وإدبارها خير وإقبالها شر ورغبتها غي ورهبتها هدى وطالبها عبد وهاربها حر ومن أشعاري في فلسفة الحياة من صار يمشي بالعصى من كبري آن أوان أن يصير الراحلة أعني الذي على ثلاث أرجل يمشي على الأربع يمشي عاجلة أي إن من شاب وأضاف إلى رجليه رجلا أخرى وهي العصى وصار يمشي على ثلاث أرجل فقد آن أوان رحيله وقارب أن يمشي على أكتاف أربعة الرجال إلى القبر ومن أشعاري في التربية والأخلاق معظم خلق الله فيه معزز لهذا تحاذى بالعيون المناظر أي إن الذي ينظر إلى المخلوقات بنظر الاحترام سوف يلاقي منهم الاحترام ألا ترى أن المنظر يحترم دائما يوضع على العيون لأنه يعظم الأشياء ويكبرها وختاما فقد كانت نشأة المفت الزهاوي في بلاد الأكرات بلاد العلم والدين والأدب وأخذ العلم والأدب من رجالها المعروفين في زمانه وتثقف بالثقافة العربية والفارسية والكردية والتركية وعرف هذه اللغات وأتقنها ثم رحل إلى بغداد عاصمة المعارف الإسلامية وحاضرة العلوم والثقافة المختلفة فصار نجماً صاطعاً فيها وعلماً من أعلامها ودعامة من دعائمها العلمية والفكرية والأدبية ففي بغداد انتشرت صيته وبرز اسمه وظهر فضله فرحم الله المفتئ العلامد محمد فيضي الزهاوي وجعل الفردوس مثواه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وحشره وإيانا مع الأنبياء والعلماء والصلحاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة